على هذه الصخور الصما في جبهة باقم شمال غربي محافظة صعدة يتحلى أفراد القوات الحكومية بإرادة صلبة وعزيمة عالية لاستكمال تطهير مديريات المحافظة بميليشيات الحوثي الإرهابية التي عاثت في الأرض الفساد بان التقيقة في باقم باقم وقريب ما بعدها قادم قادم بانت حر الظلم والظالم والم الشعب ماهو برعداسة مع لحظات الصباح الباكر وفي آخر ساعات النهار ضربات مكثفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة انهالت على رؤوس عناصر الميليشيات وأسفرت عن مصرع أكثر من 25 عنصرا حوثيا وعدد كبير من الجرحة ووقوع العشرات في قبضة القوات الحكومية إضافة إلى خسائر في العدة والعتاد بصفوف دعاة الموت واغتلمت وحدات القوات الحكومية أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية شملت عددا من المعدلات وثلاث قناصات وعشر قطع سلاح كلاشينكوف إضافة إلى عدد من صفائح الذخائر المتنوعة للأسلحة المتوسطة والخفيفة العملية العسكرية الخاطفة لأفراد القوات الحكومية ستعمل على التحام الجبهات مترامية الأطراب في المحور والتي كانت تعاني من التضاريس الجغرافية الوعرة الأمر الذي سيعمل على تلاحم جبهات علب والتقائها بالجبهة الشامية التي افتتحت مؤخرا في محافظة صعدة الانتصارات المتلاحقة في مديرية باقم وفق مراقبين سيكون لها الأثر الكبير في دحر العناصر الحوثية بالتزامن مع تطويق المحافظة من مختلف الجبهات وكذلك قطع خط الإمداد الذي كانت تستخدمه الميليشيات في تموين عناصرها الإجرامية ترجمة نانسي قنقر